بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من رحال البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بالخصة الحضارة والتاريخ احنا مكملين في سلسلة الشخصيات التاريخية شخصية اللي معانا النهاردة هو من كبار الجغرافيين في التاريخ ومؤسس علم الجغرافية الحديث هو محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن إدريس ابن يحيا ابن علي خليفة المسلمين في الأندلس ابن حمود صاحب غرناطة في وقته ابن ميمون ابن أحمد ابن علي ابن عبيد الله ابن عمر ابن إدريس ابن إدريس ابن عبد الله ابن الحسن المسني ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب ابن عبد المطالب ابن هاشم القريشي ينتهي نسبه الى اه للبيت ولهذا لقب بالشريف ولقب ايضا بالسكلة علشان اتخذ جزيرة سكلية موطن لي بعد سكوت الدولة الاسلامية وكمان لقب بالسطرابون العرب نسبة للجغرافي الاغريك الكبير سطرابون وكمان من ابرز الدارسين في علم الرياضيات اتولاد الادريسي في مدينة سابتة في المغرب الاقصى عام ربعمية تلاتة وتسعين هجري الف ومية ميلادي تعلم في البيلك وطاف البلاد في زار الحجاز وتهامة ومصر ووصل سواحل فرنسا وانجلترا وراحل كسطنطينية وسواحل اسيا الصغرى عاش فترة فسيقلية ونزل فيها ضيف على ملكها روجر الثاني ومن عرشة شيء كتير عن نهايته ومكان وفاته يعتبر الشريف الادريسي احد كبار الجغرافيين في التاريخ الانساني كمان ان هو كان مهتم جدا بالتاريخ والادب والعلم النبات والطب والفلك وكمان اشتهر الادريسي بولعه بالبحار وحركة البحار وكان ميناء سابتة في عهده يتميز بحركة تجارية كبيرة جدا ومن هنا كان عند ولع كبير جدا وشوق كبير جدا لاستكشاف الدول اللي كان بتبحر منها وليها السفن دي لكن بسرعة حولت رغبته لحقيقة لما عارف انه هو عايز يتابع تحصيله العلمي في كورتوبا وكان بيميل لدراسة العلوم الطبيعية خصوصا علم الجغرافيا والنبات بعدها ظهر الادريسي الحجاز زي ما قلنا وتهامة ومصر ووصل في اسواحل فرنسا وانجلترا وسافر للكسطنطينية واسيا الصغرى وبعدها عاش فترة فيسكلية ونزل فيها ضيف على الملك بتاعها اللي كان اسمه روجر التاني وقتها عانى الادريسي مدة طويلة من الغربة ثابت في نفسيته يأثر كبير جدا وخلته راح منظم كان بيت شعر بيتكلم فيه عن الغربة قال فيهم لايت شعري اين قبري ضاعف الغربة عمري لم ادع للعين ما تشتاق في بر وبحري وبعد سكوت الدولة الاسلامية وخروج السيكلية من تحت حكم المسلمين في العهد ده وخضعت لحكم النورمان والمسيحيين وكان المسلمين فيها اكبر جالية من السكان غير المسيحيين اختار الادريسي الانتقال للعيش في سيكلية وكان ملوكها من النورمان وخاصة روجر التاني بيتشبه بالمسلمين وتظاهر بعاداتهم في اللباس والهيئة وشارات الملك ويخالف عادات الافرنج كل ده وكان بيكرم المسلمين وبيقربهم وينتفع بالخبرة بتاعتهم والمعارف بتاعتهم قال عنه صلاح الدين الصفدي في ترجمة الشريف الادريسي في كتابه الوافي بالوفيات على الملك روجر التاني هو الذي استقدم الشريف الادريسي صاحب كتاب نزهط المشتاق في اختراق الافاق ليصنع له شيئا في شكل صورة العالم وزي ما قلنا ان الملك روجر التاني كان محب للمعرفة وقتها شرح الادريسي للملك موقع الارض في الفضاء واستخدم في كده اوجب مثال بيضة لتمثيل الارض شبه الادريسي الارض بزفر البيضة والمنطقة المحيطة بيها كان بيضها زي ما بتهيم الارض في السماء وهي محاطة بالمجرار وفي عام 1154 قال في الادريسي اشهر مؤلفاته على الاطلاق كتاب نزهط المشتاق في اختراق الافاق واللي قالفه للملك روجر التاني من سقلية ويعتوم من اكتر خراءة العالم القديم تقدما قالف الادريسي الكتاب دوت والمسمى ايضا كتاب روجر او الكتاب الروغراري وده لان الملك روجر التاني ملك سقلية هو اللي طلب من الادريسي تأليف الكتاب ده والكتاب دوت فعلا فريد من نوعه واستغرق تأليفه 15 سنة اتخذ في الادريسي نهج جديد ومختلف عن غيره من الجغرافيين المسلمين وفيه وصف العالم ككل يعني قسم العالم لسبعة اقليم وكل اقليم لعشرة اقسام رئيسية ثم وصف كل قسم ورسم ليه خريطة وتجنب فيه الخلط بين التاريخ والجغرافية وده اجمل ما في الكتاب انه هو فصل التاريخ عن الجغرافي فدل الكتاب ده مرجع له علماء اوروبا اكتر من 3 كرون فبقى من اشهر الاثار الجغرافية العربية ومن اهم المراجع للأوروبيين والشرقيين في بلاد المشرق فخدوا منه ونقلوا عنه خرائط كتير جدا وترجموا بعض اقسام اللغات مختلفة كتير جدا كمان الملك روجر كان امر لدريسي ومكافأة كبيرة جدا من المال علشان هداية ليه على الكتاب اللي هو قلفه وكمان صرف له المال علشان ينقش خارطة العالم واللي تعرفت باسم لوح الترسيم على دقرة من الفضة منه صنع كورة من الفضة كبيرة جدا منقوش عليها السور لقليم السبعة ويقال انه اتحطمت في صورة كانت في السقلية بعد الفراغ منها بمدة قصيرة جدا وفي مرة من المرات قدم الادريسي وصف عن وضع السودان وعن حالة مدن مثل المواقع بدقة متناهية تماما يعني عملها زي ما كانت على ارض الواقع مع ان سبحان الله عمل الكلام دوت من خلال الاستماع لبعض الكصص والكلمات استخدم الادريسي خطوط العرض على الخريطة والكرة الارضية اللي هو عملها بنفسه استخدم الخطوط الطول من قبله لكن الادريسي اعاد تدقيقها تاني لشعر اختلاف الفصول بين الدول حدد الادريسي كمان مصدر نهر النيل في موقع معين وضع نقطة تقاطع نهر النيل تحت خط الاستواء وده هو موقع الصحيح قبل حتى ما يدخل مصر او يزورها سبحان الله يعني عمل كل الحاجات ديت عن طريق السمع بس وبعدين حدد بالضبط ان نهر النيل بيجري منين وبيتشكل ازاي نهر النيل هو عبارة عن نهرين اللي هو النيل الابيض والنيل الازرق ويجري النهران دور عبر اراضي السودان والتقيان في الخرطوم اللي هي تقع تحت خط الاستواء وهنا كان لتحديد موقع نهر النيل اللي هو الغى نظرية بطلايموس ان مصدر نهر النيل هو طلة في الامر ويعتقد ان وفاة الادريسي كانت في عام 559 هجري 1166 ميلادي لانه مش معروف حاجة عن نهاية حياته ومكان وفاته بكده تخلص حلقتنا النهاردة وصوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله